لدي أخ يقاطع جميع أفراد الأسرة وكان لا يكلم أبي وأمي قرابة سنة حتى نزل أجارة أو إجازة يمكن إلى البيت يكلم ابن أمي أبي وأمي ولم يكلمنا فعين ذنب يعني للأسف يعني قطع الأرحام هذا أمر محزن جدا الله تبارك وتعالى أمر بصرحة الأرحام جل وعلا والآيات في هذا كثيرة جدا يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربة قدمهم واليتام والمساكين وغير ذلك إلى آخر الآية وآت ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل ولما جاء أبو طلح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله النبي رحاء أحب أموالي إلي وإني أجعل صدقة للمسلمين قال اجعلها في قرابتك دوي رحمك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في عمره ويمسط له في رزقه فليصل رحمه بل جاء الأمر عظيما جدا قال الله تبارك فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم مع ما أبصارهم من يتعرع لعنة الله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم متعلق بالعرش تقول اللهم صل من وصل أني وقطع من قطع بي فيقول لها الله نعم قطع الأرحم للأسف الآن بدأ يظهر بين الناس وكل جل هذا عن طريق مشاكل الفلوس أكل حقنا أكله حقي فلوس كلها أغلبها فلوس وحيانا شؤظا وحيانا بلغه كلام جمعات الخير الأرحم مسألة مهمة جدا ينبغي علينا نتنبه لها ونهتم بها وليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله هذا الواصل الذي قطعت الرحم وصله هذا هو الواصل الذي يصل ما يقضع من الرحم هذا الواصل أما الذي يصل من وصله هذا مكافئ تعطيه يعطيه لا الوصل شيء مقطوع الواصل هو الذي يصل شيئا مقطوعا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هذا هو الواصل ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي كأنه يقول فماذا أفعل بهؤلاء فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك تحمل أنك تصل ويقطعون تحمل أنك تحسن ويسئون تحمل أنك تحلم ويجهلون تحمل أن يتحمل من ذوي رحمه لما في هذا من الأجر العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إلا إن لكم رحما سأبلها ببلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم رحمه ويقول لكم رحمه ويقول لأت ذا القربة حقه هو المسكين وابن السبيل قدم ذوي القربة كثيرا واندر عشرتك الأقربين كثيرا أو أبد أن يكون في قربة حقه هو الموسيقى أعني أنني كان مملكي شديده لي لمثالة سلطة الرحيم مع بعض الوارنت مع بعض الأوان يمكن أن تغير multى يمكن أن يتكلمين ويوجد أن أجمع وقالت لبإلتهم فهم لي لا يتكلمين مع بعض الأوان فإن ساعة صفت طيبًا أن أقول فهذا أمر أن تقلقى لعطف الاجتماعي لأن الله سبحانه وتعالى تقلقى لنا لنخلق تقلقى لعطف الاجتماعي يتجهد من الآية للجميع عن الله سبحانه وتعالى عندما نخلقى لنا يتجهد عنا kita. فكرة دادية من جدهور بار شباب شباب نسيب سي adore شباب نحن م girlfriends احسان جده كبير ��나 يعني أقرب مع شها أنا ر Timفة وَيُنْسَا عَلَهُ فِي أَثَارِهِ فَلْجَسَلُ الرَّحِمَةِ Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturrahim. Dan Rasulullah SAW memberikan kita definisi yang baik, apa itu menyambung tali silaturrahim. Rasulullah mengatakan, لَيْسَ الْوَاسِلْ قَلْ مُقَعْفِي Orang yang menyambung tali silaturrahim itu tidaklah seperti orang yang mukafi. Mukafi itu membalas. Maknanya apa? Orang menyambung tali silaturrahim kepada kita, kita sambung. Itu bukanlah yang dikatakan menyambung tali silaturrahim. Dia hanya membalas kebaikan orang lain. Orang menyambung tali silaturrahim, dia juga menyambung seperti itu. Namun siapa yang menyambung tali silaturrahim itu, kata Rasulullah? Siapa? Ketika hubungan tali silaturrahim itu terputus, maka dia sambung. Dia bersegera untuk menyambungnya. Meminta maaf. Walaupun dia bukan yang bersalah. Dia berusaha untuk meminta maaf. Dan juga beliau tadi menyebutkan, ada dua penyebab ya. Penyebab terbesar, terputusnya hubungan tali silaturrahim itu. Yang pertama adalah karena uang, kemudian yang kedua karena kezoliman. Betapa banyak orang yang awalnya mereka akrab, antara saudara dengan saudaranya. Namun disebabkan uang, mereka terpisah. Seolah-olah tidak ada hubungan keluarga lagi antara mereka seperti itu. Jadi intinya, wahai kaum muslimin, kita sambunglah tali silaturrahim. Dan kita juga harus bersabar. Harus bersabar menahan diri kita terhadap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara atau kerabat-kerabat kita terhadap diri kita. Kita bersabar. Jangan langsung kita memutus hubungan tali silaturrahim karena mungkin ucapan mereka, atau tindakan mereka, atau aksi mereka mungkin yang membuat kita sakit hati dan sebagainya. Ingat, mereka itu adalah saudara kita, kerabat kita. Dan juga Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat dan mengatakan dia mendapatkan kezoliman dari kerabat-kerabatnya, dari saudara-saudaranya. Maka Rasulullah mengatakan, selama engkau seperti itu, atau jika memang kondisinya seperti itu, engkau dihina, dicerca, dan direndahkan oleh saudaramu, dan engkau bersabar, selama itulah engkau mendapat pertolongan dan juga bantuan dari Allah SWT. Jadi kita harus bersabar, bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Jangan ketika saudara kita menghina, mungkin langsung kita putus hubungan tali silaturrahim. Tidak seperti itu. Jika kita mampu menasihati, kita nasihati mereka. Jangan langsung kita putus hubungan tali silaturrahim. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.